السلام عليكم و أهلا وسهلا فيكم في قناة ناسر Gamerzone من بعد نزول 13 لعبة من ألعاب Assassin's Creed اللي بلشت في عام 2007 أخيراً يوبسوفت رح ترد على المعجبين وبحبين سلسلة Assassin's Creed ويرجعنا إلى الماضي إلى زمن اليابان القديم بلعبة Assassin's Creed Shadows المطورين في استوديو يوبسوفت كوباك شاركونا في العديد من التفاصيل عن هاي اللعبة وإن شاء الله رح أشارككم في هاي التفاصيل والمعلومات فيها لكتحابب تعرف المزيد عن لعبة Assassin's Creed Shadows بس قبل الشرية لا تنسوني في زر اللايك والإشتراك في القناة لكل يشفي عام الألعاب عموماً وإكس بوك صصوصاً في البداية لعبة Assassin's Creed Shadows رح تخذنا إلى اليابان القديمة وخصوصاً في فترة باسم أزوكي مامو ياما هاي الفترة رح نشوفها تقع في فترة 1579 إلى غاية 1580 واللي بهاي الفترة تقريباً منقدر نحكي أنه جماعة The Hidden One صاروا يسموه حالو The Assassins والأوردر صار يسميه حالو The Templars واللي هاي فعلياً أول مرة منقدر نستعمل هاي التسميات من بعد آخر مرة شفناها في لعبة Assassin's Creed Syndicate اللي نزلت في عام 2015 طبعاً لعبة Assassin's Creed Shadows رح نشوف في العديد من الشخصيات الواقعية والحقيقية من تاريخ اليابان القديمة وخصوصاً شخصية أودا نوباناقا أو زي ما بسموه اليابانيين The Great Wind of Fire واللي هو كان حاكم بيحاول أنه يوحد اليابان كاملة تكون تحت رايت وحكمه بالإضافة إلى شخصية فوجي باياشا ناقاتو واللي هو يعتبر المعلم تبع جماعة النينجا بإسم الإيقا كلان دول الشخصيات أكيد رح يلعبوا دول أساسي ومحوري في لعبة Assassin's Creed Shadows ومن الأكيد أنه كمان رح يكون في شخصيات تانية واقعية وحقيقية بس لغاية اللحظة دولا من الشخصيتين اللي منعرف عن تواجدهم في لعبة Assassin's Creed Shadows لعبة Assassin's Creed Shadows رح نشوفها بتعمل شغلة لأول مرة من شوفها من بعد لعبة Assassin's Creed Syndicate واللي هنا رح تسمحنا نلعب بشخصيتين من نفس الوقت واللي رح نكون قادرين على التبديل ما بينهم بكل حرية في مهام اللعبة المختلفة طبعا واحدة من هدول الشخصيات تعتبر هي شخصية وهمية ومش حقيقية وما لها أي وجود في التاريخ الياباني واللي هي شخصية البنت النينجا ناوا واللي هي البنت الوهمية والخيالية لمعلم النينجا فوجي باياشي ناقاتو واللي هي بتم تدريبها من قبل والدها على أنها تكون واحدة من أفضل النينجا الموجودين في اليابان والشخصية الثانية واللي هو ياسوكي واللي هو فعليا شخصية حقيقية وواقعية وموجودة في التاريخ الياباني واللي هو هذا محارب الساموراي اللي هو من أصول الأفريقية طبعا هذا الزل ما وصل إلى الأراضي اليابانية في عام 1579 مع البرتغاليين اللي وصلوا الى اليابان من اجل التبادل التجاري والاقتصادي طبعا ياسوكا بتحكي الرواية اليابانية وكان ضخم جدا من ناحية الحجم والطول وللفت انتباه الحاكم اودانو بناقا اللي قرر ان نضمه لجماعة الساموراي الخاصين لاله طبعا في روايات متعارضة في التاريخ الياباني اللي بعض الناس بيحكوا ان هذا الزلم ما تم تعيينه بشكل رسم كساموراي لانه تعيين واحد مش ياباني يكون ساموراي كان يعتبر محرم وغير صحيح بالنسبة لليابانيين بس في رواية بتحكي انه ياسوكا تم تعيينه كساموراي من ضمن المحاربين الخاصين بالحاكم اودانو بناقا بشو ما كانت الرواية الصحيحة من هدول الروايات جماعة يوبسوفت من الواضحين هم قرروا انهم يعتمدوا كأنه محارب ساموراي وتم تعيينه فعليا كأنه من صفوف الساموراي الخاصين بالحاكم اودانو بناقا طبعا من اسم اللعبة بنقدر نغش انه لعبة اساسين سكريت شادوز رح يكون فيها تركيز على العتمة والظلام بحيث انه يكون جزء اساسي من الجيم بلاي الخاص بالتسلل اللي رح نشوف عودلائيله بشكل قوي في هاي لابة رح نكون قادرين على اطفاء الاضوية والنيران اللي رح تكون طبعا بيستعملوها الجنود عشان يضووا طريقهم ونستغلها عشان نقدر نلف من حواليهم ونختالهم ونقتلهم وننجز مهمتنا بدون ما حدا يشوفهم طبعا استوديو يوبسوفت كوبك اكد انه لعبة اساسين سكريت شادوز رح يكون فيها مثل المؤشر اللي بحددت ديش انت بتخبي في العتمة بحيث انه العداء ممكن يشوفوك في بعض المناطق اللي تعتبر فيها العتمة ضعيفة فبدك تدور على المناطق اللي تعتبر العتمة فيها بتركيز اكبر عشان تقدر تتخبى بدون ما حدا يشوفك وكمان رح نشوف اضافة جديدة يمكن لأول مرة منشوفها في ألعاب اساسين سكريت وهي امكانية انه ننبطح على الارض ونتسلل بشكل الانبطاح طبعا فعليا ألعاب اساسين سكريت عادة بتعطين الخيار انه فقط نقرفس عشان نقدر نتخبى عن عيون الاعداء بس في لعبة اساسين سكريت شادوز رح نكون قادرين على انه ننبطح على بطننا ونحاول نتسلل على الاعداء باستعمال الزحف على بطننا صديقتنا البنت النينجا ناو رح يكون عندها المقدر على امكانية استعمال غرابلينج هوك عشان انها تقدر تتسلق وتوصل الى الماكن والأسطح العالية ولهذا اللي غرابلينج هوك رح تكون هاي تاني مرة منقدر نستعمله في ألعاب اساسين سكريت من بعد لعبة اساسين سكريت سيندكت بس في لعبة اساسين سكريت شادوز رح تصير فيه تطوير على هذا النظام بحيث رح نقدر نستعمله لعملية الارجح المختلفة وننطلق من مكان الى مكان تاني لعبة اساسين سكريت شادوز رح نشوفها بتستغني عن واحدة من الشغلات المسلمات اللي شفناها في ألعاب اساسين سكريت من بعد أوريجينز وجور من بعدها واللي تعودنا على تواجد سقري رافقنا في اللعبة واللي منستعمله في عملية الاستكشاف والاستطلاع على المواقع والأماكن المختلفة لعبة شادوز راح ترميك لحالك وتحكي لك دبر حالك وتكون انت المسؤول عن عملية الاستكشاف والاستطلاع بس طبعا ما تخاف لانك انت راح تكون قادر على استعمال الايجل فيجن واللي راح تسمح لك انك انت تشوف الاعداء من خلال الحيطان وتحديد المساري اللي بيمشوه بالاضافة انك انت راح تكون قادر انك انت تشوف هدولة الصناديق والموارد المختلفة اللي راح تقدر طبعا تجمعهم وتحصل عليهم في لعبة اساسينس كريت شادوز طبعا كل من الشخصيتين الموجودين في لعبة اساسينس كريت شادوز راح يكون بختلف في الجيم بلاي الخاص طبعه بحيث انه ياسوكا هو يعتبر مثل المحارب الضخم الدبابة واللي راح يكون بدخل بشكل مواجهة مع الاعداء بشكل مباشر يعني اتوقع ما راح يكون بيستعمل عنصر التسلل مثل ما المواحد ممكن يتخيله واللي طبعا هذا الحكي عائد بسبب ان هذا الزلمة فعليا يعتبر ضخم وامر انك انت تستعمله عشان يتخبه هذا الحكي غير منطقي فمشانك ممكن نشوف انه تركيز الجيم بلاي تبعه راح يكون هو بتركيز القتال المباشر وتستعمل عشان يقتحم القلاع والحصون ويقتل كل الجنود والاعداء الموجودين فيها بينما شخصية ناول بنت النينجا هاي فراح تكون طبعا هي باستعمال العناصر التسلل واللي راح تكون هي تركيزها على انك انت تحاول انك انت تتفاد العداء وتقتلهم بشكل التسلل والاختفاء وتحاول انك انت حتى تنجز مهمتك بدون ما انك انت تعمل بمواجهة مباشرة مع العداء على اختلافهم طبعا استوديو كوبك اكد انه مقاتلة النينجا ناو راح تكون قادر عنها تدافع عن حالها في حال انها اضطرت انها تواجه العداء بشكل مباشر واكد على فكرة انه اول اشي ما راح تكون قادر على استعمال الدر نشو قصده في كلمة دفلكشن او الرد تبع شخصية ناوى ولا اتوقع انها ممكن تكون هناك كلمة تانية للباري بس ممكن اكون غلطان في هاي المعلومة طبعا كل من اصدقائنا سواء كان محاربة ساموراي ياسوكا ومحاربة النينجا ناو راح يكون قادرين على استعمال العديد من الاسلحة واللي اكيد راح تكون هي من الاسلحة الواقعية والحقيقية في فترة اليابان القديمة راح نشوف تواجد لسيوف الكتانا بالاضافة الى عصاية الكنبا ورماح الياري واكيدا عندنا سلاح باسم الكوسيريغاما والليه يعتبر سلاح قتال بعيد المدى والاضافة راح نكون عندنا اسلحة راح نكون قادرين على رميها عشان نقطر العداء واللي طبعا اولهم هو الشوركا بالاضافة الى سلاح الكناي واللي هذور راح نقدر نستعملهم عشان نرميهم من بعيد ونقطر العداء بدون من اضطر ان نواجههم بشكل مباشر واكيد طبعا ما نقدر ننسى الاسلحة النارية لانه رواية من استوديو يوبسوفتكو بيك بتحكي انه محارب الساموراي ياسوكا راح يكون قادر على استعمال بندقية الاركربوس والليه بندقية نارية فعلية وكانت موجودة في زمن الفترة اليابانية واللي جابوها الغرب لما وصلوا الى الاراضي اليابانية طبعا كل واحد من هذور الاسلحة اللي نذكرتم راح يكون له شجرة المهارات الخاصة فيه واللي راح نقدر نستثمر نقاط الـ xp اللي راح نحصل عليهم في هاي اللاب عشان نقدر نطور مهارات هذور الاسلحة خليهم يكون اذاهم اكبر او انه نكون قادرين على انه نحمل منهم اعداد اكبر والعديد من الشغلات التانية اللي ما دخلت طبعا استوديو يوبسوفتكو بيك في تفاصيلهم بالاضافة انهم اكدوا ان كل محارب الساموراي ياسوكا محاربة النينجانا ورح يكون عنده شجرة المهارات الخاصة بكل واحد فيهم بالاضافة الى المعدات والقيلز اللي راح يقدر يستعملها بشكل منفصل وطبعا كل واحد من هذور الشخصيات منقدر ان احنا نلفله بشكل خاص بس حصولنا على هذول الاسلحة راح نقدر نستثمرها فيهم بشكل متوازي تلفيلك في هذا الشخصي راح يضمن انه الشخصيه التانية راح تحصل على النقاط كافي من الاسلحة عشان تقدر تستثمرها في شجرة المهارات الخاصة فيها ستوديو يوبسوفتكو بيك اكدوا انه لعبة اساسينس كريت شادوز راح تكون مبنية باستعمال نسخة محسنة من محركهم الخاص انفل واللي حكون انه هاي النسخة راح يكون فيها تحسينات عديدة على مستوى الاضاءة والعتم والظلام بالاضافة انه راح يكون قادر على انه يدعم العديد من الشغلات اللي راح تقدر تكسرها وتدمرها في العالم بالاضافة الى العديد من الشغلات اللي ان شاء الله راح نشوفها لما تنزل هاي لعبة بشكل فعلي بس المطورين اكدوا انه هاي النسخة من محرك انفل راح تكون هي افضل نسخة لغاية اللحظة واللي بناء عليه بيوعدونا انه راح نشوف افضل واحلى الرسوم وصور ممكن نشوفها في عالم الالعاب طبعا هاي النسخة المحسنة من محرك انفل الرواية من استوديو بيسوفت كوبك انها راح تدعم التغييرات الموسمية في لعبة اساسس كريت شادوز لان المطورين اكدونا انه لعبة اساسس كريت شادوز فعليا راح تاخذ مدار سنة من تاريخ الزمن الفعلي والواقعي ففعليا انت المفروض في لعبة اساسس كريت شادوز تشوف الفصول الاربعة كاملة ترى انت راح تشوف اجواء راح تكون فيه اجواء شتوية وعندك اجواء الخريف واجواء الصيف والربيع فكل هاي الشغلات اللي راح تيجي متزامنة مع التغييرات الموسمية والجوية المفروض انك انت تشوفها بشكل جدا جميل مع هاي النسخة المحسنة من محرك انفل المطورين حكوا ان الجيم بلاي تبعك راح يتغير مع كل موسم انت راح تشوفه في لعبة اساسس كريت شادوز فمتلا عندك في مواسم الصيف راح تكون قادر انك انت تسبح في بعض البرق عشان انك انت تقدر تتفادى وتلفن حوالين العداء وتلاقي طرق مختصرة عشان تنجز مهمتك بينما في فصل الشتاء راح تشوف انه هاي البرق ممكن تكون متجمدة فهيك راح يكون هذا الطريق تبعك مزدود وبدك تدور على طريق تاني عشان تقدر تعمل المهمة بالضافة حكوا انه في فترة الشتاء وخصوصا في فترة الخريف راح يكون عندك امكانية انك تتخبى في المناطق العشبية راح يكون جدا ضعيف لانه اغلب هاي العشاب والشجرات راح تكون ميتة فهيك راح تشوف انه العديد المناطق راح تكون مفتوحة ورح يكون العداء قادرين على ان يكشفوك بكل سهولة ورح تضطر طبعا تحاول انك انت تتغير وتتأقلم مع التغييرات الموسمية اللي راح تشوفها بالضافة كمان حكوا انه هاي التغييرات الموسمية راح تأثر حتى على تصرفات العداء لانه في فترة الصيف راح يكون العداء متشرين بشكل اكبر ويكون موجودين على نطاق جدا مفتوح بينما في فترة الشتاء وخصوصا في فترة الثلج راح تشوف العداء متجمعين حوالين النيران ورح تشوف انه الدوريات راح تكون جدا ضئيلة بسبب انه العداء متجمدين وبردانين وبدو يكون اقرب ما يكون للنيران ولهذا الحكي راح يفتح للك المجال انك انت تتفاداهم وتلفن حواليهم بالاضافة ان المطورين اكدوا انه راح يكون في تغيرات جوية ديناميكية بتحدث بشكل عشوائي يعني ممكن تشوف انه الدنيا بتمطر عليك او انه يمكن يجي ريح او ضباب او انه يجي غبرة او انه يجي عاصف الثلجية واللي كله طبعا هذا الحكي راح يأثر على مدى العداء ممكن انهم يشوفوك وامكانية انك انت تقدر تستغل بعض هاي الشغلات لمصلحتك طبعا المطورين اكدوا انه محرك انفير راح يدعم شغلة جدا حلوة واللي شفناها في لعبة غوستل سوشيما حيث انه الريح خصوصا في فتر الربيع في حال ادهبت فهي راح تكون قادر عنها تنشر ورق الشجر ورق الزهور في الاجواء وبالتالي هيك ممكن تشوف بعض افضل احلى المناظر اللي طبعا هذا الحكي يمكن شوفناه في لعبة غوستل سوشيما فالان في تواجد هاي الشغلة في لعبة اساس سكريت شادوز وخصوصا مع دمجها مع موضوع انه هاي النسخة المحسن المحرك انفير راح تعطينا بعض افضل احلى الصور والرسوم فهذا الحكي أتوقع انه راح يعطينا فعلا تجربة ممكن تكون اقرب ما يكون لعبة غوستل سوشيما اما بخصوص الخريطة واللي هي اكيد طبعا جزء اساسي من كل العب اساس سكريت فلعبة اساس سكريت شادوز فالحمد لله الرواية من استوديو كوبيك بيحكي انه هاي الخريطة راح تكون بحجم خريطة اساس سكريت اوريجنز ولانا صراحة بعتبرها كان حجمها جدا مثالي وانا فعليا كتير مبسوط على هذا الخبر طبعا الخريطة في لعبة اساس سكريت شادوز راح تكون مقسمة الى العديد من المناطق والاقسام الواقعية والحقيقية من فترة اليابان القديمة راح نشوف فدن وقرى وقطعات تجارية كانت موجودة في هذه الفترة بالاضافة راح نشوف العديد من ساحات المعارك اللي كانت برضو جزء ليتجزأ من التاريخ الياباني في هذه الفترة تعليا واحدة من الشغلات اللي صدمتني انا شخصيا لما سمعتها من المطورين في ستوديو يوبسوفت كوبيك اللي حكوا انه لعبة اساس سكريت شادوز راح نشوف فيها استغناع عن الكاميرا اللي عادة بترافقنا كل مرة منطلع فيها على واحدة من هاي النقاط اللي بنعمل فيها سينكورايزيشن طبعا هاي الكاميرا اللي بتلف نحولينا من اول لعبة اساس سكريت اللي بلشت فيها عام 2007 لغاية اخر لعبة لعبة اساس سكريت ميراج كانت بترافقنا دائما وكانت جزء لا يتجزأ مع كل مرة كنا نطلع على واحدة من هاي المناطق العالية ونعمل سينكورايزيشن عشان نقدر نكشف المناطق والاهداف المختلفة الموجودة من حوالينا فاغلب اللاعبين كانوا بنتقدوا هاي الشغلة انها تعتبر مضيئة وقت وهي مكررة ورغتنية وبتصير زنخة فمشان هيك المطورين في ستوديو بسوفت كوبيك حكوا انك انت لما تطلع على واحدة من هاي الابراج العالية راح تكون قادر انك انت تشوف الأماكن اللي مكشوف لايلك من هذا الموقع العالي وتدور وتبحث عن الشغلات اللي ممكن انها تثير اتبامك طبعا هذول السينكورايزيشن بوينتس او المناطق المرتفعة والموجودة في عالم اساسس كريد شادوز راح تكون قادر انك انت تستعملهم كنقاط للتنقل السريع مثل ما تعودنا في كل ألعاب اساسس كريد التانية بس النقطة اللي راح تفرق معك انه ما راح يكون في هاي الكاميرا اللي بتلفن حوليك ومجرد ما انك انت تتوصل هذا البرج وراح تكون طبعا انك انت عملية استكشاف لهاي الpoints of interest الموجودة في الخريطة راح تكون كلها عائدة لإلك رفضولك وحب الاستكشاف تبعك راح تكون لهاي المناطق اللي هي مكشوفة امامك من هذا المكان العالي المطوري في ستوديو بسوفت كوبيك اكدوا انه في لعبة اساسس كريد شادوز راح تكون القصة الرئيسية والمهام الاساسية تبعتها مصممة بطريقة غير خطية ففعليا هم يحكوا انه هذا العالم مفتوح لإلك بشكل كامل فممكنك انك انت تلاقي حالك بالصدفة لقيت واحد من الهتاف اللي بدك تموته وتقتله هيك بتختصر على حالك كل التحقيقات اللي بدك تعملها عشان انك انت توصل له بالنهاية بس لنفس الوقت المطورين اكدوا انه في بعض المهام الاساسية راح تكون هي بتركيز الخطي ووصولك لهاي المهام راح تكون هي بنقطة معينة من وسار القصة ومشانك ما راح تقدر انك انت تستعجلها وتوصل لإلها بشكل اسرع واكدوا انه كل واحدة من هاي المهام الموجودة في لعبة راح تكون قادرة انك انت تلعبها سواء باستعمال محارب الساموراي ياسوكا او محارب تنينجاناوي بس بنفس الوقت اكدوا انه كل واحد من هذول الشخصيتين راح يكون له المهام الخاصة فيه واللي ما بتقدر تلعبها الا باستعماله واللي من اغلب الظن انه هاي المهام راح تكون على ارتباط شخصي جدا عميق مع هذول الشخصيتين على اختلافهم وبالاضافة طبعا الى المهام الاساسية اكدنا ستوديو يوبسوفت كوبك انه لعبة Assassin's Creed Shadows راح يكون فيها العديد من المهام الثانوية واللي راح تقدر تحصل عليهم من خلال الشخصيات الثانوية المختلفة اللي راح تقابلهم سواء كان فيه مصار قصة الاساسية او من خلال استكشافك للعالم المفتوح والمناطق المختلفة تبعته وبالاضافة من الواضح انه راح نكون قادرين على انه ننشئ شبكة الجواسيس الخاصة فينا وتكشف لنا الشغلات وبعض الامور اللي ممكن نستغلها ونستفيد منها في عمل المهام المختلفة سواء كانت الاساسية او الثانوية فعليا انا بكل اماني بقدر احكي انه لعبة Assassin's Creed Shadows حمستني مرة تانية لألعاب Assassin's Creed وخصوصا من بعد حالة الركود اللي دخل فيها حبي لهاي السلسلة مع اخر الاصدارات والازاء اللي نزلت لالها فمشانك انا بتأمل انه في جزء Assassin's Creed Shadows اشوف حبي برجع مرة تانية لهاي السلسلة واقدر ألعبها واستمتع فيها متل ما يكون سابقا نلعب بكل الاصدارات والازاء السابق لالها يارا تتشاركوني في الكومنس اذا كنتم متل متحمسين للعبة Assassin's Creed Shadows ويرات في نهاية الفيديو لا تنسوني في زر اللايك والاشتراك في القناة للمزيد المحتوى شاكرا للكم من المشاهدة نشوفكم ان شاء الله فيديو محتوى تاني فاتمنى لكم كل خير وسعادة والسلام عليكم